موسيقى نتوكل الله ونبدأ معنا بأول كلمتين. أول كلمتين. وبعد كده مسافة. وبعد كده. دي الطريق لي. دي شيء معين. طيب معناها بعيدا عنه. ناخد كم مساء. ده نقاط. احسن طريق انك انت تتعلم في لغة انك انت تنغمس او انك انت تعيش جواه يعني. طيب. يبقى طبعا هتبقى افضل طريق انك انت تعلم لغة انك انت تعيش جواه او تنغمس جواه يعني. تمام. بعد كده الشيء. thinking of moving the city and starting a new life in the countryside. هي بتفكر ان هي تتغادر او تمشي من المدينة. وتبدأ حياة جديدة في the countryside معناها الريف. يبقى اكيد طبعا away from. يبقى هي هتعايز ان هي هتنتقل بعيدا من. اللي بعد كده. he discovered a new نقط solve the problem that nobody had thought of before. هو اكتشف اكيد طريقة لعلاج المرض ده اللي مفيش حد افكر فيها قبل كده. برضو هتبقى way to. طيب ندخل بعد كده على كلمة process operation. process process ديت يعني عملية طبيعية او عملية تصنيع. طب كلمة operation operation يعني عملية جراحية. يعني مش ينفع احفظ اتنين بنفس الكلمة. مش ينفع احفظ كلمة process يعني عملية. يعني عملية. لازم اقول operation يعني عملية جراحية. process يعني عملية طبيعية او عملية تصنيع. طيب ناخد مثال. بيقول لك ده نقط of making a cake involve several steps. يعني طريقة او الطريقة اللي انت بتعمل بها الكيكة يعني فيها عدة خطوات. including mixing the the better. baking it and adding frosting. انك انت في الاول تعمل اه mixing يعني خلط للزبدة. وبعد كده انك انت تخبزها. وبعد كده تضيف الطعم اللي انت محتاجه يعني. هقول بقى operation يعني عملية جراحية ولا surgery عملية جراحية ولا كلمة process عملية تصنيع. اكيد طبعا عملية تصنيع. رقم دي دي كلمة implementation معناها التنفيذ. تنفيذ الشيء نفسه يعني. ده ميديكا نقط was a success and the patient is now recovering all. اكيد طبعا هنا لان اوبريشن يعني عملية جراحية. ميديكا يعني عملية جراحية طبعا اكيد طبية. ندخل بعد كده نشوف ها عندنا ايه? عندي كلمة paper وديت مادة الورق نفسها ومادة الورق نفسها لا تعد بتعامل معاملة المفرد ولا تعد يعني ما بتاخدش ولا ا ولا ان. ما ينفعش تاخد ولا ا ولا ان. وبتعالوا عن الطفل هي هقول paper is. طيب لو جي قبلها حرف الا بقى. ا ا ا ديت معناها ورقة واحدة او جريدة او مقال. ديت طبعا بنعدها عشان في قدامها كلمة ا. ممكن نجمعها طبعا نخطها. احنا محتاجين احنا نعيد تصنيع النقط. احنا محتاجين بقى نعيد بقى تدوير ايه? اه paper ورقة واحدة? ولا newspaper الجرنان يعني? ولا كلمة paper اللي هي بقى هنا اللي هي مادة الورق نفسها. اكيد طبعا مادة الورق نفسها. رقم دي. papers اللي هي اللي هو ورق البردي. اللي بعدها بيقول لك. ولكن الطالب بيعاني ان هو يكتب طبعا هنا حتى مجرد ورقة. اللي هو شايفه ان هو مش ممتق او مش شايق بالنسبة له يعني. والله حتى لو شايق ما عارف يكتب ورقة. لكن هو طبعا يعني تم ادارته ان هو يكمل الكلام ده بمساعدة مدرسه. فطبعا هنا هنكتب كلمة اللي هي ورقة واحدة. وده طبعا بنعرف نعدها. تعالوا بعد كده يا شباب نفرق مع بعض من كلمة require يعني يتطلب. acquire يكتسب. inquire يعني يستفسر. الثلاث كلمات شبه بعض شوية. الدكتور قال ان حالة العين او المريض هكيت طبعا تتطلب سيرجري يعني عملية جراحية. يبقى acquire ولا inspire يعني يقول لهم. ولا require ولا require. اكيد طبعا كلمة require. require. هي هي اصلا نسيو دي. طيب نشوف رقم اللي بعدها كده بيقول لك the curious child constantly about the world around them. asking questions and seeking answers. بيقول لك العيل اللي هو العيل والعيل الصغرى كلها بتبقى عشاء ايه? تبقى curious اللي هو عنده عنده حب استطلاع عنده فضول. بشكل مستمر انه هو يسأل على كل حاجة حواليه او يستفسر. بيقول لك بقى كلمة acquired يعني يكتسب ولا inquired يعني يستفسر يعني او استفسر. ولا required يتطلب ولا inspired يعني الهم. اكيد طبعا inquired يعني بيستفسر عن كل شيء حواليه. اللي بعده. the language learner worked hard to fluency in Spanish. متعلم اللغة اشتغل بجده علشان ايه بقى? اكيد عشان يكتسب الفلونسي يعني الطلاقة في تعلم اللغة الاسبانية. يكتسب اللي هي كلمة acquire. يلا بجينا ندخل على اللي بعده. ايه اللي بعده ياعم? تعالوا نشوف مع بعض. عندي كلمة اللي هو رائد فضوء. وعندي كلمة يعني علم الفلك. طبعا هما معناهم اصلا مختلفين عن بعض بس تعالوا برضو مفرق بالكلمات. ذا نقط بتحمي. يقول لك اللي هي الخوزة بتاعت مين بقى? بتحميه بقى من درجة الحرارة العالية وال والاشعاء بتاعت مين? اول كلمة كلمة يعني عراف. وطبعا ديت بره. استرونوت اللي هو رائد فضاء. استرونوت عالم الفلك ده. عالم الفلك ده بيعاش معنا على كوكب بالارض بيشوفوا الارصاد والكلام ده يعني. كلمة اللي هو الكويكب. كويكب تصغير كلمة كوكب يعني. طيب يبقى هو كده طبعا الاسترونوت اللي هو رائد الفضاء بيلبس خوزة عشان تحميه بقى من من الاشعاء اللي بره. زاد من درجة الحرارة. لازم اللي بقى لابس خوزة على دماغه. اللي بعديها الجملة اللي بعديها هي اشتغلت كاي بقى? وكانت بتراقب بقى اللي هي بقى حركة من المرصد بتاعنا هنا وبتشوف بقى بالليل النجوم والكلام ده. اكيد طبعا كلمة استرونمر. فاسترونمر معناها عالم فلك. انما استرونوت يعني رائد فضاء. يلا بعد كده يا شباب نفرق ما بعض كلمة يعني يعلن عن منتج او وظيفة او خدمة. وكلمة يعني يعني يعلن عن خبر او بيان. تعالوا نشوف. بيقول لك اللي بيكون في النيوزبيبر في الغالب بكلمة على طول. بيقول لك بقى هنا كلمة اللي هي عملية النطق. ولا يعني 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 يعلن عن خبر او بيان. ولا اللي هو الاعلان باللي بقى موجود في الجرايد. ولا يعني ناشر. اكيد طبعا ادبرتايزمن. هي نقطة كلمة ادبرتايز. بعد كده تعالوا مفرق مع بعضينا. مع كلمة يعني لفة من. وكلمة يعني يانقلب او يتضحرج. طيب. العصفة دي يتعاملت الي المركب اكيد قلبتها. وطبعا اللي هما الركاب. اه كان لازم ان حد يتم انقاذهم يعني. يبقى هنقول ولا اوف ولا انت ولا اوفر. اكيد طبعا اوفر لان هي كده اكيد العصفة دي اكيد قلبتها خلص ده حرجتها يعني. بعد كده بيقول لك ده كشير. او ده اه اريسي. اريسي. اكيد طبعا رول اوف اللي هي من اللفة بتاعة الرول اللي بتطلع لك من الريسيت لما بتروح في اي مكان تشتري حاجة. يلا نشوف بعد كده ايه اللي معنا. الكلمتين اللي بعد كده كلمة يعني اختراق. واختراق انا بخترع شيء هو ما كانش موجود. ما كانش موجود قبلية. طيب كلمة يعني استكشاف. سواء مدينة او فضاء. باكتشف شيء هو اصلا موجود. لكن اختراق انفنشن. انا اختراحت حاجة مسلا هي مش موجودة قبلي. نشوف امثلا. ده موقع. اختراق بقى اختراق المصباح الكهربائي بواسطة توماس ايديسون ده. ده طبعا اكيد زودنا بالنور والكلام ده بالكهرباء احسن اختراق اصلا يعني. هقول بقى انفنشن دعوة ولا انوفيشن فكرة جديدة. ولا كلمة انفنشن يعني اختراق. ولا كلمة انتنشن يعني نية. اكيد طبعا انفنشن. اللي بعدها سبيس نقطة. اكيد طبعا اكتشاف الفضاء ساعدنا كتير في تكنولوجيا كتير زي مثلا موضوع مثلا الجي بي اس والكلام ده دلوقتي. فاكيد طبعا استكشاف استكشاف الفضاء. عندي بعد كده كلمة راب يعني يسرق مكان او يسرق شيء من شخص. وكلمة استيل. استيل يعني يسرق ويأتي بعدها الشيء اللي تسرق. الشيء المسروق. انه مرب بسرق المكان او بسرق شخص. بنقول هنا. البنك الليلة اللي فاتت. يبقى الحرامي سطى او سرق. البنك اسم المكان اللي تسرق اوه. الليلة اللي فاتت وخاد طبعا حاجات قيمة تسوى ملايين الدولارات. هيبقى استلم اكيد لا ولا رابت ولا ستود ولا بورو. احنا قلنا ستيل بيجي بعدها الشيء اللي تسرق. انما راب بيجي بعدها المكان او الشخص اللي تسرق. يبقى هنا هنقول طبعا رابت. يعني العصابة. واكيد سرق طبعا كل الحاجات المعروضة في الباترينا والكلام ده يعني ربنا اعوض عليه بقى. ساكده شرط هجيبه اكيد عنده كاميرات. يبقى سطول يعني سرق وجاب لك هنا الحاجات اللي تسرقت بعدها. تعالوا بعد كده نفرق. ندخل بعد كده على موجودة عندنا صفحة مية وتسعتاشر ومية وعشرين. اول حاجة معنا كلمة معناها هي تواصل مع شخص ما اكيد. طيب كلمة وحط بعدها لغة زي معناها بيتواصل باللغة الانجليزية. كلم حد باللغة الانجليزية. طيب كلمة معناها بيوصل الفكرة بتاعته للكزا. للطلبة للمتعلمين لأي انكمبة. عندي بعد كده كلمة بمعناها يتصل بي. وعندي كلمة يعني على اتصال بي. وكلمة يعني يفقد الاتصال بي. انت بتكلم حد يعني فقط التواصل مع. طيب كلمة يعني وصلت شيء باخر وصلت حاجة بحاجة. طيب كلمة يعني له علاقة بكزا او مرتبط بكزا. تعالوا نشوف امثلة. الفنان استخدم الرسومات بتاعته عشان يوصل الافكار بتاعته هقول اللي هي كلمة يوصل فكرته هاخد حرف للعالم يعني. هي كان عندها صعوبة في ان هي تتواصل باللغة الانجليزية في الاول. يبقى طبعا هناخد هنا حرف الجر ان. بيتواصل باللغة الانجليزية. خلي بالنا يا شباب كل حاجة في الاول بتبقى صعب. الناس في الاول بتبقى عندها صعوبة في ان يتعلم اي حاجة لكن اهم حاجة بقى الاستمرارية. ان انا امارس الموضوع. عشان نوصل ان شاء الله ان احنا نكون فلونت يعني نكون طاليك في اللغة الانجليزية. اللي بعده. تعالوا نفرق بين الكلمتين دولة. كلمة وكلمة الاتنين باللغة العربية معناهم كهربائي. بس طبعا الوصف بتاعهم بيختلف تماما. تعالوا كده نشوف مع بعض. كلمة الا�تريك ديت اولا بتصف الاشياء التي تعمل بواسطت الكهرباء زي ايه مسلا اقول لك الايكتريك كار يعني عربية بتشتغل بالكهرباء. الاكتريك جتار. جتار بيشتغل بالكهرباء الكتريك لايت. لما بتشتغل بالكهرباء اكيد. وبتصف الاشياء المسيرة المليئة بالطاقة. يعني ايه? انا حضرت حفلة اApple حفلة كانت مد كهرباء. على حفلة كانت حلوة. او البيئة بتاعة العمل الجو نفسه كان كم كموسير يعني. فاقول ممكن مسلا اقول اتومسفير. اتومسفير يعني يعني مثلا اللي هو زي الدنيا كده حواليها كاتمة كهرباء. الغلاف اللي حواليها او البيئة اللي حواليها. بارتي او اي شيء تاني. طب كلمة ديها بقى. ديها بتصف الاشياء التي تتعلق بالكهرباء او اللي بتنقالها. زي ايه? الالكتريكال كيبلز. كيبلز اللي هي اسلاك الكهرباء. اللي احنا بنستخدمها. او قوة كهرباء ايه. او سيستم اللي هو نظام الكهرباء يعني. ممكن كمان تصف الاشخاص اللي بتشتغل في مجال الكهرباء مهندس كهرباء او فن كهرباء. ايا كان. وكذلك الاعطال في عطل في الكهرباء. يعني ممكن اقول مسلا مهندس كهرباء. او في حصلت مشكلة او عطل في الكهرباء قافلة ولا حاجة. كمان بتصف الاجهزة والمعدات اللازمة دون ذكر اسم الجهاز. اقول لك مسلا يعني معدات كهربائية. بالمناسبة كلمة ديت. كلمة لا تعد. هي جماعة هي اصلا ما انا بالعربي معدات. الجامعة اصلا بس هي لا تعد بالانجليزي. يعني ما يفعلهش اس كمان. ما تاخدش اس. ممكن كمان اقول اجهزة كهربائية. ما ذكرتش هو ايه الجهاز بتاع الكهرباء ده. بس اقول اجهزة كهربائية وخلاص. ناخد كم مسألة ووضح لنا. هو كان متحمس ان هو يحضر الالكتريك بارتي. لان احنا قلنا كلمة بتصف الاحداث المسيرة. وطبعا اكيد الحافلة كانت خربانة. اللي بعده. يعني الموسيقي. يعني وصل اكيد وصل طبعا الكهرباء اللي. يبقى اقول بقى الالكتريك الالكتريك جيتار. لان احنا قلنا بتصف الاجهزة زي اللي بتشتغل الكهربائي. زي او مثلا. اكيد طبعا تبقى بتشتغل بالكهرباء. مش بتشتغل بالبنزين. اللي بعده. ده نقط اللي هي الاسلاك بتاعت الكهرباء. مختلفة او متنوعة في الحجم. على حسب طبعا انت هتستخدمه لايه? حاجة هتستخدم فيها كهرباء اكتراف انت محتاج كيبل يكون مسلا سميك او او العكس طبعا. طبعا يبقى هنا هاختار اللي بعده. المعدات الكهربائية كلمة ما اذكر ليش هو ايه بالزبط المعدات دي. دي بقى هقول طبعا كلمة زي ما احنا بنعلم من فوق. دي بقى هنقول طبعا اخر جملة بيقول لك ده نقط الكهربائية ممكن احنا نتجنبها بالصيانة المستمر. يبقى هقول الالكتريكال فولد. اتمنى يكون الكلام اللي احنا بنقوله ده واضح بالنسبة لكم. والدنيا فعلا تكون متنوارة كده في الدماغ. كده احنا خلصنا اهم الحاجات اللغوية اللي موجودة في اتمنى من ربنا يكونوا مفقني ودير توصل لكم المعلومة بشكل كويس. وطبعا تذكروا وتشد حيالكم. تستنونا في الشرح في الوحدات اللي اجاية ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. شوفكم على خير. مع السلامة.